لو عامل لموزك بيانات على الإكسل وعايز تنقل شغلك على الباور بي آي وبعد ما تنقل شغلك على الباور بي آي تقدر تعمل داشبورد على الباور بي آي للشغل اللي كان موجود أصلا على الإكسل وعايز تعمل كل الكلام ده من غير ما تضطر تعيد شغلك من البداية خالص يبقى أنت أكيد ما حتاك تتفرج على الفيديو ده لغاية الآخر السلام وعليكم 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 في فيديو جديد الفيديو الخمستاشر من سلسلة باور بي فوت والنهار ده هنشوف إزاي باور بي آي ممكن ياخد بيانات من الإكسل بشكل طبيعي جدا لكنهم بالضبط برنامج واحد أو بيتعاملوا مع بعض بمنتهى البساطة وحنشوف النهار ده خمس موضوعات الأول هنتفرج على نموذج البيانات الناولين ننقلوا من الإكسل نوديه على الباور بي آي كمان هنشوف إزاي نعمل استيراد نموذج بيانات من داخل باور بي آي ونروح نجيبه من ملف إكسل اللي بعد كده هنشوف إزاي ممكن نعمل تحديث للجدول الزمني أو جدول التقييم الزمني أو الكالندر تيبل ما بين الإكسل والباور بي آي وبعد كده هنعمل لوحة بيانات على الباور بي آي وآخر حاجة هنضيف معلومات جديدة ونشوف إزاي التقارير سواء في الإكسل أو في الباور بي آي هيحصل لها تحديث بشكل تلقائي تعالى في البداية نتعرف على الديتا موضل اللي أورادي موجود وجاهز جوه الإكسل تعال قول نشوف الريبورت اللي تبنى فوق ديتا موضل ده أنا عندي حاجة اسمها أنيول سيز ريبورت زي ما انت شايف عندي هنا أربع سنوات وعندي أربع كورترات وعلى الشمال عندي فلتر أو سليسر بالريجن فعندي أليكس وكايرو كنال ودلتا وجيزة وهكذا في التبري اللي موجود عندي مستويين المستوى الأول بيبين الشانل دور تو دور أو كي أكاونتز أو ريتيل أو هول سيل ويه تحت المستوى ده في الكاتيجري زي ما انت شايف الفاليوز اللي موجودة عندي الريفنيو الإراد وعندي الريفنيو يورفرير ده شكل الريبورت طبعا ديناميك ريبورت ممكن نختار أي ريجن أنا عايزه ممكن نختار أي كورتر ممكن نختار أي سنة طب ده إعبار عن ايه مبني على بيفو تيبل والبيفو تيبل مرتبط بواحد اتنين تلاتة سليسر وده البيفو تيبل موجود على الشمال هنا وطبعا ده بيفو تيبل زي ما انت شايف عليه أكتر من جدول موجود جواه أكتر من جدول وده معنى كان هو مبني على الديتا موضل طبعا عشان نشوف بقى الديتا موضل نفسه اللي مبني عليه الريبورت ده هنروح على باور بيفو تيبل من فوق وعلى الشمال هندوس على منج عشان يفتح الديتا موضل وقادي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس جداول عشان أشوفهم بشكل أفضل ممكن نروح على دياجرام فيو من دياجرام فيو قادي الخمس جداول عندي الجدول الأولاني أكبر جدول موجود فيهم هو الجدول الأساسي وهو جدول المعاملات اللي اسمه All Sales في بيانات المبيعات بتاعت الأربع سنين وعندي أربعة لكاب تيبل واحد اسمه البرودكت وده في بيانات المنتجات واحد اسمه الشانل في بيانات الشانل وعندي حاجة اسمها كالندر أو جدول تقويم زمني وعندي ريجن في بيانات الريجن ما بين كل جدول مجداول البحث اللي أربعة اللي موجودين هنا وجدول المعاملات في علاقة وعلاقة دي One to Mini زي ما انت شايف مثلا البرودكت مربوط البرودكت ID ما بين البرودكت والبرودكت والعلاقة الOne to Mini ماشي من جدول البحث ورايحة على جدول المعاملات ونفس الكلام بالنسبة للأربع جداول مع بعض عشان نشوف بقى الديتا الأصلية اللي مبني عليها الداتا موضل ده عندي فايلين اكسل واحد اسمه All Sales لو فتحنا الAll Sales هتلاقي جوا أربعة تاب كل تاب فيها سنة ادي عندك مسلا أفين وستاشر ادي زي ما انت شايف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كولومز وهكذا بالنسبة للشيتس كلها والخمسة شيتس دول مع بعض هم اللي بيكونوا الAll Sales Table لو روحنا على الExcel فايل التاني اسمه Look Up Tables ولو فتحناها هنلاقي فيه تلاتة تاب اللي هم جداول البحث واحد اسمه البرودكت وزي ما انت شايف فيه بيانات البرودكت واحد اسمه ريجن نفيهوش إلا اسم الريجن والID بتاعها او الكود بتاعها ونفس الكلام التشانيل اسم التشانيل والكود المكافئ لها او الكود اللي بيمثلها شفنا اربع جداول من الخمسة اللي موجودين في الData Model اما التابل الاخير وهو الكالندر تابل فتم بنائه من داخل الData Model نفسه من داخل Power Pivot Window نفسه عن طريق ديزاين رحنا هنا قلنا له لو سمحت عايزين ديت تابل قلنا له لو عايزين نيو ديت تابل وهو لوحده انشأ لنا الجدول بتاع الكالندر ولو روحت على الجدول بتاع الكالندر بس طبعا محتاجين نرجع للData View هتلاقي فيه الكولوم بتاع الDate وبعض التقسيمات اللي تم انشأها ستلاقي فيه بعض المجز مبنية اول واحد مثلا الRevenue بعد كده Revenue Last Tier ومجموعات اخرى كلها معمولة داخل التابل اللي اسمه All Sales ولو انت عايز تعرف ازاي تبنى المواطل ده وازاي عملنا المعدلات دي كلها ممكن تراجع السلسلة من اولها لو انت عندك فكرة كويسة عن Power Pivot لكن عايز تفتكر ازاي قدرنا نجيب Revenue Last Tier والRevenue Over Year والRevenue Year To Date الكلام ده كله مشروح في تلات اجزاء في تلات فيديوهات داخل نفس السلسلة اللي هما PP05 و 6 و 7 ودول اللي بيشرحوا دوال الوقت الزكية الجزء الاول والتاني والتالت احنا شوفنا داتا موضل وشوفنا الExcel Report وكان Report كويس جدا وعندنا Majors وكل حاجة ولكن لسابق او لاخر اطلب مني ان اعمل نفس الReport ولكن على Power BI علشان حبدأ بعد كده اعمله Publish واعمل Share مع زملائي او مديرين بتوعي وهكذا زي ما انت شايف عايز احول الReport على الExcel الى Power BI Report زي ما شايفو ده بالزبط على الشمال عندي Slicers لكل السنوات وبعد كده عندي مجموعة من الكارد بتوارين مثلا الاجماليات اللي موجودة في الReport عندي بعد كده Slicers تاني بالكوارتر زي اللي كان هناك بالزبط وعندي Pivot Table شبه اللي احنا شوفناه هناك موجود بالكاتيجري وتحت الكاتيجري عندي الشانل وعندي على يمين Part Chart بيوريني المبيعات بالريجن وعندي على الشمال Donut Chart بيوريني المبيعات By Category وكمان ممكن اعمل Drill Down واشوف المبيعات By Product طبعا برضو ريبورت دينامي جدا مثلا هنا عندي الكارجو بايكس لو اخترتها كل الريبورت تحول الى كارجو بايكس لو اخترت Q1 كل الريبورت تحول الى Q1 ممكن اشيل الفلتر كده كل السنين مع بعض لكن كلها Quarter 1 تشيل الفلتر من هنا بقى عندك كل السنوات مجموعة مع بعض ولكن كلها بصة على الكارجو بايكس ممكن اشيل الفلتر كده كل السنين جاية بشكل ما يبقى برضو ديناميك ريبورت ولكن زي ما انت شايف طبعا هنا ممكن ااخد كايلو لوحدها ممكن ااخد جيزة لوحدها الفيجولز نفسها انتراكتف ودي من احد مزايا الـ Power BI وزي ما قلنا كمان ممكن اعمل Publish اخلي كامده كله على الـ Power BI Services وبالتالي ممكن اشير مع ناس تانية داخل الشركة عندي عشان اعمل ريبورت بالشكل ده مش عايز ارجع عيد شغلي من اول جديد خالص عايز ابدأ من النقطة اللي قفت عندها في الاكسل وده شيء بسيط جدا مفيش اي مشكلة ولكن اطلب ان افتح Power BI فايل جديد فهروح اقول له لو سمحت انا عايز نيو وهبدأ من Power BI فايل فاضي خالص ممكن نقفل لستارت بيج مفيش مشكلة وتعال نشوف ازاي ممكن نجيب بقى المدر اللي موجود في الاكسل نجيبه هو هو بالزبط هنا عندي في جوة الـ Power BI فهروح على File ومن File هروح اختار Import ومن Import هنزل تحت عند Power Query Power Pivot and Power View اول ما حدوس عليها هيفتح لي براوزر عشان اختار الفايل بتاعي المودل كان في فايل اسمه PP15Excel and Power BI Model لو اخترته وقلت له Open هدين اول ورجل ميسج بيقول لي والله هو الاكسل مش لازم يكون شغال 100% مع Power BI لكن احنا هنحاول نجيب كل الـ Components اللي موجودة ونشوف ايه اللي هيحصل وانس ان ينتينه Start هيبدأ يروح يقرأ المودل بالكامل وحيبدأ يديني Report عن الـ Objects او عن الحاجات اللي قدر يعمل لها Import فعندك قدر يجيب خمسة Queries بالخمسة Tables اللي كانوا عندي قدر كمان ان يحط في الـ Data Model خمسة Tables هم نفس الخمسة Tables بتوعي وكمان قدر يجيب كل الماجرز ADI و 15 KPI او ماجر قدر يجيبهم بالكامل فكده تقريبا نجح ان يجيب كل العناصر اللي موجودة في الـ Data Model تعال نقول له Close وتعال نتفرج كده على المنظر عندك على يمين ADI Tables All Sales Calendar Channel Product وريجن تعال نروح على Model View ونتفرج ونشوف ADI All Sales وADI الخمسة Tables بتوعي موجودين بشكل هايل جدا ADI الأربعة لكاب تابل وADI All Sales وكمان الـ Relations اللي موجودة بينهم جات معايا بشكل مظبوط جدا كمان خد بالك انا كنت عامل نفس الـ HID معمولة بالزبط زي الـ Report بالشكل الحالك شايفو ده تماما تعال نبص على الماجرز ADI All Sales Report اهو ممكن نكبر شوية ADI All Sales Table وADI كل الماجرز موجودة فيه بالشكل الحراك شايفو يبقى انا كده بمنتهى البساطة نجحت ان انا جيب كل المعلومات اللي موجودة في الـ Data Model سواء الـ Tables سواء الـ Queries سواء حتى الـ Relations وكمان الماجرز كلها موجودة بالكامل الحاجة الوحيدة للفضلة ان انا اعمل Power BI Report باستخدام الموضل اللي جالي جاهز زي ما حراك شايف كده بالزبط قبل ما نبدأ نعمل Power BI Report على Power BI عايزين الاول نشوف ازاي نعمل تحديث لجدوة التقييم الزمني او الـ Calendar Table وليه بقولك كده لان في نهاية الفيديو هيكون عندي بيانات بتاعة ساعة 2020 وعايز اضيفها على الفايل الاصلي اللي فيه الـ Data واعمل update واشوف الكلام ده هيحصل ازاي سواء في الـ Excel او في الـ Power BI طيب عشان اروح اشوف الكلام ده هروح تاني على Power Pivot وعلى الشمال manage عشان افتح Power Pivot وتعال نروح على جدول التقويم الزمني وتعال نوقف على مثلا الـ Date ونقل له Sort Oldest News وننزل تحت خالص ونشوف اخر تاريخ موجود هتلاقي اخر تاريخ موجود زي ما حالك شايف كده بالزبط هو 31-12-2019 طيب انا هجيب معلومات سنة عشرين فعايز اعمل تحديث للجدول ده ازود فيه سنة عشرين لو حاولت تضيف البيانات من غير ما تعمل التحديث ده هتلاقي التواريخ مش اريا بشكل مظبوط طيب عشان اعمل كده جوه Power Pivot ونو مافيش مشكلة هروح على Design ومن الحتة بتاعت Calendars هروح على Date Table وهروح اقول له Update Range هتلاقي هجسمها Update Range هاختارها وبعين هنزل تحت هنا على End Date واختار اقول له والله انا عايز End Date يكون 31-12-2020 وادوس على اوكي مافيش مشكلة خالص تعال بقى ننزل نشوف كده اخر تاريخ هتلاقي اخر تاريخ 31-12-2020 وبالتالي لما ديتك جديدة هتيجي مافيش اي مشاكل هتلاقي ان انت ممكن تستوعبها بشكل هايل جدا ممكن نقفل هنا ونرجع على الريبورت هتلاقي سليسر زود سنة عشرين طبعا لو اخترتها دلوقتي هتلاقيها فاضية المعلومات اللي فيها فاضية ولكن لما نحط تحديث جوه الفايل اللي فيه الديتا ونعمل هنا هتلاقي الموضوع ماشي بشكل كويس جدا تعال بقى نروح على ال Power BI ونشوف ازي ممكن نعمل نفس الكلام اللي عاملان دلوقتي حالا ادي ريبورت ال Power BI او ال Power BI فايل اللي انا فتحه تعال نروح في الديتز والكلام ده جاي عن طريق ال Power Query يعني عشان الكلام ده يتكاريت بشكل حق شايفو ده هو جاي في صورة عن طريق ال Power Query لانه طبعا عشان ال Power BI يكوننكت على اي اكسترنل سورس بيي عن طريق ال Power Query طب الكلام اللي بعد كده معمولة ازاي اتعاملت كمان بشكل اوتوماتيك اتخدت بنفس الطريقة لمعمول بيها ال Calendar زي ما حرك وزي ما حرك بالزبط في ال Excel عن طريق بعض المعادلات طب لو انا عايز بقى اشوف ال Date عشان اعمل Update مش عارف عامل Update من هنا محتاج اشوف بقى اي الكويري نفسها اللي معمول فيها ال Date جاية منين بالزبط فعشان افتح الكويري هروح على من ال Ribbon اللي موجود فوق ده هروح على Transform Data وقلو ما سمحت Transform Data هيفتح ال Power Query Editor وزي ما اتفقنا بالزبط اخو اللي موجود في ال Excel وقادي الخامسة ال اللي موجودين واجايبين من نفس السورس بالزبط يعني ال All Sales لو رحت على السورس ويبسيط على Formula Bar مستخدم Excel.workbook وبعد كده مستخدم نفس File Path بالزبط لل Excel استخدمه عشان يConnect على ال Data نفس الكلام في Channel نفس الكلام في Product وكل اللي حاجات دي بالزبط لو رحت على Calendar وده ال Column اللي جابه من Calendar Table اللي موجود في Power Pivot على ال Excel كأنه بالزبط اخده Copy وPaste طب وانا عرفت كم ده ازاي لكن لو رحت على خطوة Source واخترت ال Wheel دي هتلاقيه فتح لك Window اسمها Create Table Window ودي استخدمناها قبل كده في فيديو قبل كده ودي بستخدمها لما تكون عايز اعمل ادخال بشكل يدوي او كمان ممكن اعمل فيها Copy وPaste فكأنه اخد Copy من ال Data اللي موجودة في Power Pivot وراح عمل لها Paste جوه Create Table Window وبالتالي انشأ بيها كوير عبارة عن كونم واحد في ال Data طب تعالك هنسحب وننزل اخر ال Data موجود عندي كام 1 13 2019 طب واضح ان المكان ده عشان احد فيه محتاج شاف بلاس هنا ممكن اضيف التاريخ اللي بعد ولي بعد وها كزا وطبعا ده شيء غير عملي بالمرة فعندي اختيارين يا اما ان انا ادلة ال Calender Table هنا بالكامل وانشأ واحد جديد وطبعا لو عايز اعرف ازاي عملنا الكلام ده ممكن ترجع للفيديو PP13 عملنا فيه Calendar Table باستخدام Function اسمها Calendar ده احد الحلول لو حرك مش عايز تعمل كده وعايز تبني على الكلام ده يبقى طبعا برضو موضوع الماني ولا ده مش هيبقى كويس ولكن ممكن تعمل تركاة ضريفة جدا لكن هحتاج ارجع على الExcel تاني وهحتاج ان انا اروح على Power Pivot واروح اقوله لو سمحت Manage عشان افتح Power Pivot ومن Power Pivot هروح بقى اي احنا كنا عاملين صوت لو تفتكر هنزل على اخر سل خالص وحبدأ اطلع وانا Shift وحبدأ اختار بالسهم لغاية فوق وحفضل اطلع لغاية مختار الرينج بتاع السنة بالكاملة بعد كده اعمل وقال وقال وبقى لو شديت لغاية تحت هتلاقي اخر تاريخ عندي 2112 2020 هتقول اوكي وبعد كده اروح على Close and Apply وقول Close and Apply وفي الحالة دي هيبدأ يعمل التعديلات الموجودة لو نزلت لوقتي تحت خالص هتلاقي اخر تاريخ و2112 2020 وبالتالي الموضل اللي حراك شايفو ده بتعدل فيه التاريخ التابل بتاع التاريخ لـ وسهل جدا كده عملنا امبورت للخمسة وعدلنا كمان الكلندر جاهزين للخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل لوحة معلومات او ان انا اعمل داشبورد هروح على Report View ويلا مع بعض نبني report سريع جدا اول حاجة محتاج عنوان او محتاج هادر فحروح على Insert ومن Insert هلقي Textbox هختار Textbox اللي حاج شايفو ده وابدأ اكتب فيه على طول العنوان او الهيدر هسميه AAA Annual Sales Report طبعا كده الفونت صغير جدا هختار الكلام اللي انا كاتبه كله واختار فونت كبير مثلا وليكن 42 بعد كده ممكن اعمل Resize كمان هحتاج اعمل Background فما فيش مشكلة وانا مختار ده هروح على يمين في الحتة بتاعة Format Textbox وحاختار حاجة اسمها Border فممكن اختار من Background ممكن اختار لون وليكن الرمادي الفاتح فبقى عندي اول خطوة قدرت اعمل Header للريبورت بتاعي تعال اول حاجة نحط مجموعة من الكارد عشان ابين فيها مثلا بعض البيانات زي ما انت شايف هنا في حاجة اسمها كارد موجودة في الفيجوليزيشن لو اختارت الكارد حيديني البوكس الحاج شايف ده ممكن ابدأ احط فيه المعلومات اللي انا عايز اجيب المعلومات منين انا هروح طبعا على فيلز هلاقي All Sales ومن All Sales ادي كل الماجرز فهاختار على طول من الماجرز وليكن اول حاجة مثلا محتاج اشوف الربنيو فاداني على طول ادي كارد موجود في الربنيو اول المعلومات انج هعمله انج محتاج اصغر الكلام شوية انه كبير جدا فممكن اجي عادية وبدل 45 واربعين دي ممكن اعمل حاجة زي 28 كمان محتاج اصغر الكارد نفسه الحاجة التانية محتاج اعملها هو اوتوماتيك يعني هنا عامل 27 مليون لكن انا عايز اقوله لا انا عايز دايما بالمليون فهي سأقوله لو سمحت عايز بالمليون وعايز كمان لو سمحت خليها لي اتليست واحد يبقى انا عايز بالمليون يبقى 27 مليون او 27 مليون و400 الف ممكن ااخد كارد كمان عشان معيدش انا عمله ده كله كنترول سي كنترول V عملي كارد تاني احطه جنبه متعلم مكان الريفنيو نحط مكانه مثلا الريفنيو طبعا بلانك لاني مش بختار سنوات بعد شوية هتظهر معنا بشكل كويس جدا طيب ادي مجموعة الكروت اهو محتاج احط لهم اطار انا عايز اخليهم مجموعة متكاملة مع بعض فعايز اعمل لهم اطار وانا واقف على انسوت برضو هقول له واختار 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 اغطي بيه المنطقة دي كده وبعد كده ممكن اجي عند الفورمات واخت عشان اشوف اللي تحتي وممكن ازبط بقى ايه ابعاده كده بقى كلهم جوا البوكس وفي منتصف التقرير بالزبط طيب الوقتي خلاص بقى عندي الكروت لكن زي ما انت شايف مدي بلانكات وحاجات زي كده لان ما عنديش تقسيمات ما عنديش سنوات ما عنديش فمحتاج اعمل سليسر عشان اخط فيه مثلا السنين هاختار ايه حتة فاضية واروح اختار من ادي سليسر ومن اول حاجة اقول اعايز سليسر للسنوات هاي في الحتة من السهم ده طبعا ممكن اصغر مكانه وبعد كده ممكن اختار من السهم الصغير ده ابدأ اختار لو سمحت انا عايز ها لست وبعد اختار لست هروح على ال واختار البراش بتاعت الفورمات دي وقاله لو سمحت من جنرل انا عايز ده يكون هوريزونتل فبالتالي هيطلع لي زي ما حاجة شايف كده البوكس اللي حاجة شايف دي تعال بقى نجرب مسلا سنة 2019 هتلاقي الدنيا ماشي معاك كويس خد بالك هنا في مشكلة ان انا اخترت بالمليون طبعا دي غلط بالنسبة للنسبة المئوية فيبقى هارجع تاني اختار الكارت الاخير ده وهي هارجع اختار بعد كده برضو من اكون مختار البراش 4.2 بيبقى السليسر شغال مع الكروت بشكل مش بطال بالنسبة لي السليسر محتاج بس احط له بوردر هاختاره تاني واروح تاني على البراش عشان اعمل له بوردر وحلاقي حاجة اسمها سليسر هيدر مش عايزه هشيله وحاجي على بوردر وانا لو سمحت عايز ان بقى عندي الخمس سنين حاجة لك بالشكل ده ولكن في الحالة دي محتاج ان انا قاعد كمان البراش هروح برضو من البراش وهاختار من الايتمز هاختار حاجة اسمها باك جراوند وهاختار لها برضو لون فاتح زي ده فكده بقى عندي الشكل اللي انا عايزه بالزبط في الحالة دي بقى خلاص انا كده يعني مرضي نفس بالزبط اللي كنت عامله في الاجس الاجس اللي بعد كده محتاج اعمل متريكس عشان اعمل زي البيوت تابل اللي كان موجود في الاجس فانا مختار احت تفاضية هروح اختار الماتريكس والماتريكس ما هي الا البيوت تابل وانا مختار بقى الاجس و مجموعة الفيلز تعال الاول نحط الهيدرز احط الكاتيجري فمن اختار كاتيجري وراح احطها هنا في الحتة بتاعت تحت على طول فبقى عندك اهو ممكن تفتح كده هتلاقي دور تحت كل الكاتيجري نفس الكلام وبعد كده ريتيل وبعد كده الهول سيل فادي اول اللي موجود في كله بقى خلصان تعال نبدأ نحط بعض المعلومات بعض المجرز نبدأ اول حاجة بالرابنيو ممكن اما اعمل عليه كلك زي من عملت كده اما كان ممكن اختاره وحطه في الحتة بتاعت ال فكان اخترت اه رابنيو تعال بعد كده اقول مثلا تعمل عليه كلك بقى عندك اهو تعال بعد كده ممكن نحط ال ممكن نحط مثلا برضو بتاع يير و فكده بقى عندك ريبورت كامل طبعا دوشة شوية لان الارقام كتير مفيش مشكلة وانا مختار ال ممكن اروح على برضو ونقول الحتة بتاعت وحلاقي ادي اسامي الفيلز او اسامي ال ادي ريفنيو لو عملت دروب داون ادي كل ال اختار مثلا ريفنيو ممكن اقول لو سمحت عايز عايز فحقول اهو بقى عندك ايه زي ما انت شايف موجود اه وان بوين ساب مليون في التوتل وقادي التقسيمة زي ما انت شايف ممكن خليها مثلا علشان يبان ايه لو اربعين الف او سبعين الف زي انا تبان معك فكده الريبورت بقى اخرقت ويمكن احسن شوية وطبعا مفيش مشكلة فاضل بس اعمل بوردر وانا مختار نفس الكلام اللي بعمل فيها الفورماتنج هنزل تحت عند البوردر وقاله لو سمحت اعملي بوردر فكده بقى عندك الريبورت اهو قرب يخلص تعال ناخد الجزء اللي كان على الشمال كنا حطين في دونات شارت هاختار الحتة الفاضية هنا واقاله لو اللجند وكمان تحت الكاتيجوري هاخد البرودر وحطها برضو في اللجند فكده بقى عندي مستويين طب محتاجين نعمل هدا شوية شغل هاختار الفيجول نفسه ومن البينت براش اول حاجة محتاج اقول لو سمحت عايز بوردر عشان منساش ادي البوردر اهو فبقى عندي بوردر اهو زي اخواته هاختاره تاني اه محتاج ان انا خلي اللجند تبقى موجودة تحت فهروح وانا مختار برضو هروح على اللجند واجع وقوله بوتوم سنتر فكده كبرت معايا شوية لو حبيت اشوف دول برودكت هعمل ايه هدوس على زوارين دول بقى عندي كده او اطلع لفوق او لو عايز انا لما دبل كليك على اي كاتيجري يجيب بروبس تحتي يبقى هاختار السهم ده هدوس عليها ديني الدايرة السودة حوالي دبل كليك هاجب لك البرائك داون التحتي وممكن ارجع لفوق بالشكل حالك شايف ده فكده بقى عندي مثلا ادي البايكس دبل كليك عليها هاجب ايه ادي هنا بقى كل البايكس بس موجودة في كل نوع من انواع وكمان الكوردز كلها بقى تبصع على البايكس وهكذا خلي نرجع فوق ونجيب الفيو الاكبر اللي هو التوتال متقسم بالكاتيجري طيب كمان انا لو قفت هنا اخد بالك في حيات سيقول لي بايكس وحيقول ريفيو بتاعها قد ايه لو محتاج ازود هنا معلومات ممكن ازودها في حتة اسمها الموجودة هنا فممكن اختار year over year احطها في التول tip ممكن اختار variance versus last year احطها في التول tip فكده لما توقف هنا هتلاقي المعلومات زادة اهو وعندك last year minus 28000 اخر محتاج هنا part chart والحاجة اللي فضلالي معلومة لسه محططها خالص معلومة by region فتعال انا اختار الحتة الفاضية دي احمل حاجة جديدة المرة هروح اختار من الفيلز هختار revenue وهروح احطه في الحتة الفاضية دي بص هو الواحد وعمل column chart طبعا زبط لك الدنيا وعمل لك column chart وحط في revenue بس انا اريد part chart مفيش مشكلة وانا اختار visual هروح على الحتة واختار part chart عمله لك part chart وده عايز اقسمه تقسيمة ال region ادي اهو تحت خالص عندك ال region هروح احطها جوه ال report فادي اهو تقسيمة ال region ونفيش مشاكل محتاج برضو شوية تعديلات بسيطة على ال formatting وانا مختار paint brush اول حاجة محتاج ازود border عشان يبقى زي اخواته كلهم اهو بقى border ومحتاج اوري كمان ال label يكون موجود على ال bars نفسها فحروح على data label معمولة off by default هخليها on كمان محتاج ازود حاجات في tooltip وانا مختار بقى المرة دي fields ادي tooltip حاليا موجودة هنا tooltips فممكن اختار برضو year for year واختار variance versus last year فلو قفت على اي الكلام لو اخترت اي حاجة هتتغير معاك تعال بقى نصغر كده شوية الحاجات اللي في الجناب دي وتعال نبص ادي نفس ال report اللي حالك شفته ومبني على يعني ما عملناش حي نحنا بنين ال report جوه ال power bi المجرز كلها جاية من ال excel وال tables وال queries كلها جاية بشكل مباشر من ال excel كده ال report ready لكن لو رحت على سنة عشرين هتلاقي انه مفيش معلومات الدنيا فاضية كله بلانك لسنة عشرين فمحتاجين ان احنا نجيب بقى المعلومات بتاعت سنة عشرين طب هنعمل كده منين لو هك رحت تاني على نفس الفولدر اللي موجود في all sales و look up tables هتلاقي عندي فايل اسمه sales 2020 فبمنتهى البساطة لو فتحت الفايل ده هتلاقي معلومات شيت جديدة فيها معلومات عشرين عشرين بنفس structure بالزبط اللي كان موجود في table all sales هفتح ال excel file الاصلية بتاعتي وهروح على 2020 right click وقل move or copy create copy وهختار من هنا all sales وقل move to end فكده زودت الفايل بتاع all sales بقى عندي 1 2 3 4 معلومات خمس سنين كل هعمل ما انا هقفل لكن طبعا نازم اعمل save الاول وبعد كده هروح على excel تعال اول نعمل update لل excel هروح على ال excel هقف على pivot table right click وقل لو سمحت اعمل refresh دلوقتي خلاص ال refresh خلص روح اختار سنة عشرين مفيش مشكلة خالص المعلومات موجودة والتحديث دم بشكل كويس جدا طب عايز اعمل نفس الكلام في power bi هروح اختار file power bi وانا مقف عليه نفس الكلام هنلاقي زور بتاع refresh تعال نعمل refresh هيرجع نعمل refresh لكل ال queries اللي موجودة فادي معلومات سنة عشرين ال conclusion النهائي قدرت ان انا يكون عندي موضل موجود في excel قدرت ومعمولة بشكل مظبوط يبقى انا ممكن كمان ازود معلومات ازود data واعمل refresh هيفضل ال two models بتاع ال excel ويفضل كمان بتاع ال power bi شغال معاك وبيحصل له update بشكل كويس جدا وبكده نكون وصلنا لهاتي الفيديو لو عجبك لو سمحت تعمل لايك واشتراك في القناة وصيب لي تعليق وهتلاقي هنا لينكات سواء للسلسلة دي او لبعض السلسل الاخرى ممكن تستخدمها عشان تاخد فكرة عن الموضوعات التانية هتتكلم فيها شكرا جدا لوقتكو واركو استفدتو وشكرا الفيديو الجاي والسلام وعليكم وعليكم وبركاته